الحمد لله. السلام على سيدنا محمد. احنا لازم ان نقرأ عنوان الكتب. الوالد شدي بي عقوب رفاع السيد والسياسة من سيد احمد الرفاع اللي وزيرناه بشيخ الطريقة رفاع الصوفية بدولة دولة الكويت رحم الله كان بديوانة منطقة منصور الكويتية الكتاب كل الثلاثة كان بديوانة يشرح كتب. فالكتاب كان يشرح لنا عنوانة. فاتذكرت انا تعوني الحين زاد والمؤمنة القوية يعني زاد الله اشتغلنا فيها احنا بكاسكو. اسمها الزاد. لان الزاد هو زاد يعني الطعام والصمات وشدي. فزاد هو المؤمن القوي فيها اتفق فيما اتفق عليه الفقيه هو الصوفي. شيخ الصوفي والفقاء الجنيد البغدادي هما الامامان الجليلان محي الدين يحيى النووي ومحي الدين. السيد احمد الكبير الرفاعي قد اللهم عنهما يعني فيما اتفقوا علي يليه زاد المؤمن القوي الصبح السافر شوفوا الاسامي بساطع الفجر المنير الزاهر تأليف السيد محمد ابي الهدى سبك الامام الرفاعي المقتدى اختصار مجن مشتدي نداهم المشتدي المشتدى بتوجهات وتوجيهات مدير دائرتين اهمة القائم على الرحمن. هنا ابل اقطاب الوراث ابناء الامام ابي العلمين قام بنشر العلم والحال محمده ورافع لواء الطريق الرفاعي لاحمد السيده صاحب الفضيلة والعرفان الشيخ محمود عبد الرحمن الشقفة. انا مرات اقول الشفقة. هذا الوالد لاحق عليه والدسورة بالدوان المنصوري حفظ الله وعلى به من اراء ايمان على بجمعه طبعا المعروف للسالك والمتفقع. خويدم هو الضعيف المقصر بحقه افقى الورا واحقى المن تراها دائما عبارته عبد الرحيم من السليم الباصد سقبان دبشغف الله والده والشيخ المسلمين. طبعا الاولى سنة 1098 هجري يقول له يعني قبل تقريبا 52 سنة. قاد جامعي وخي الفاضل محيد دين غنام احسن الله الجميع الختابة ومزدعه مجانا. نفس الوالد كان كتبه هو يوسف احمد جمال. شيخ طريقة البرامية الدسوقية. كتبوا ان يهدى ولا يباعه بثمان. المهم ان اختيار وقع على هذا. شوفوني وقال رضي الله عنه المشايخ عند المريدين كالقبلة. والنظر الى وجه الشيخ عبادة يزيدهم في الدين والعقل والايمان ومن البلاء. امان وقال رضي الله عنه يقول اشهر الحرم اليوم العاشر من كل شهر منها عظيب. فاليوم العاشر من ذي الحجة يوم النحر. والعاشر من محرم يوم عاشرة. واليوم العاشر من رجب يوم. الله ما يشاء ويثبت فيه ما يشاء واليوم العاشر من ذي الحجة. افضل ما عبد الله فيه وفيه واستجاب الدعاء فتبتلوا لهذه الأيام المعدودة والأشهر المعلومة وواضب على كثرة الاجتهاد ووصلوا فيه أرحمكم وأخوانكم وإياكم من الغفل الله أكبر عن الطائف أن الله تعالى لا يقبل عملا من قلب غافل لكن الوالد اللي حول قوته بالله كان الوالد يقول للصوفين عندهم الاستقفال يعني كنت يقول طنش يقول يعني يشوفون الشيء سيروحه يعني يعني مثل يقول إذا تمشخ عليه تتلمت عليها رضي الله أو أنه يعني الوالد يستقفل لو كنت الوالد كان بالدرس يقول وكنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تلقى يوما من تعاتبه قال رضي الله عنه لولده صالح إذا لم تسلك طريقي وتتبع مناهجي بالدل والإنكسار والتواضع لله وإنساء الفقراء لا أنت لي ولد ولا أنا لك أبو الله رضي الله عن الفقراء أي فقراء من جملة صحة اعتقاد تصديق إشارات الصالحين رضي الله عنه مجمعين يعني بركاتهم يعني خواطرهم قال رضي الله عنه ذرية الأولياء تنسب إليهم إلى سبعين بطن الله سبعين بطن سبحان الله قال رضي الله عنه من قرى القرآن ومن يعظم استاده فقد استهان بالقرآن فيهينه الله ومن يهني الله فما له من مكرم قال رسول صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله خاصته وأفضل عبادة أمتي قراءة القرآن يا رحمن وطوينا الكتاب الله طريق القوم الله الله واحد فقل لبن الزوائل مساجد أبوك ولي أمرك يوم التسري وما الباقون بالقوم الأباعد فأيد مجد والدك ابتهاجا وعظم قدر أخوته الأماجد يقول هنا في من تقدرون بنا أجيكم يسأل عن هذا غدا كل مقتدي فقلنا وبرهان العناية ظاهر وسيلتنا بصطفى صاحب اليد أبو العالمين الطائر الصيد هو الذي تقدم منه جلده كل سيد حبا تابعيه خمرة نبوية فنعم براح طاب من راح أحمدي وجدد بالتهدي بشرع محمد صلى الله عليه وسلم فكرا بذاك الهاشمي المجدد وقد قام في شأن الحقيقة المرشدة بيعلم طور المصطفى كل مرشدي بشرى وبشرى بالأمان وبالرضى لكل محبنا خالص السر أحمدي وشكرا